اشتركوا في القناة برج الثور ولكن رح اقسم هاي الحلقة لثلاث اقسام القسم الاول والقصير اللي هو احنا منحكي عن الكواكب وجودها وتحركاتها القسم الثاني هو توقعات تأثيرات الشمس على برج الثور وايش اهم الاشياء اللي بركز عليها خلال الشهر والجزء الثالث وهو الاهم اللي احنا منشرح فيه القارطة الفلكية وتأثيراتها وبيوتها وتأثيرها على مولود برج الثور بالنسبة لحركة الكواكب الشمس موجودة في الحوت من يوم تسعة عشر اثنين وحتى عشرين ثلاثة صباحا عطارد بيتراجع في الحوت لغاية يوم أربعة ثلاثة بيرجع للدلو وبعدين بيستمر في عملية التراجع لغاية يوم اللي هو صباح عشر ثلاثة وبعدين بيرجع للحرك الامامية في الدلو ورح ينتقل الحوت مرة ثانية يوم ستعاش ثلاثة ورح يظل في برج الحوت حتى نهاية الشهر بالنسبة للزهرة رح تكون موجودة في برج الحمل لغاية يوم خمسة ثلاثة وبعدين رح تنتقل لثور وبتكمل في برج الثور أما بالنسبة للمريخ فهو موجود في برج الجدي لغاية يوم ثلاثين ثلاثة وبعدين بينتقل للدلو المشتري في الجدي زحل في الجدي لغاية صباح يوم اثنين وعشرين ثلاثة وبعدين بينتقل للدلو أورانوس في الثور نيبتون في الحوت وبلوتو في الجدي بالنسبة لتأثيرات الشمس وتوقعات برج الثور بتأثيرات الشمس نجد أنه رح يتركز الشهر هذا تحديدا معظمه لغاية عشرين الشهر رح يكون التركيز على النشاط الاجتماعي العلاقات المعارف الأصدقاء الصداقات أشياء من هذا النوع بيعطي هذا الشهر بوادر لانفراجات وبوادر تسوية بيكون الشيء الملفت هو النشاط الاجتماعي وبناء الصداقات الجديدة ورح تلمس تقدم حسب مجال عملك ورح يكون في فرص وحضوض حسب جهودك اللي رح تبذلها ممكن تشكو من عدم فهم الآخرين لإلك أو لبعض مطالبك أو التعب نتيجة امتحان أو تجربة صعبة حاول أنك تستغل للفترة هاي لتحسين سمعتك وطرد الشكوك وحاول إنجاز الملفات والعقود والأعمال المهمة قبل تاريخ عشرين الشهر لأنه بعد هيك الشمس رح تكون انتقلت لبرج الحمل يعني رح تكون في بيت متاعبك هاي بتعطل كثير من المسائل وما رح يكون في عندك طاقة لإنجاز كثير من الأعمال اللي رح توكل إلك انتبه لوضعك الصحي والمالي والمعنوي خلال فترة ما بعد عشرين الشهر هيك الشمس بتحكي لك خلينا نشوف توقعاتنا على حسب الخارطة الفلكية إيش اللي رح يطلع معنا بالنسبة لبيتك الأول يعني حسب ما أنا شايف إنه ما فيه هالضغوط الكثيرة على شخصيتك يعني الضغوط بتيجي على تقريبا أربع أيام خلال الشهر هاد اللي هو يوم اثنين الشهر ويوم أربع وعشرين الشهر ويوم خمس وعشرين الشهر وبعدها النسبة بتكون أقل فيه إيجابية كثيرة في هذا الشهر اللي اهتمام بشخصيتك بتكون مشحون بطاقة فيه عندك طاقة كبيرة عندك ثقة بنفسك عالية جدا ولكن في الأيام اللي حضرنا منها بتنزل مستوى الطاقة وبتحس إنه فيه عندك نوع من ردات الفعل السلبية والعصبية واختلاق المشاكل ولكن الأغلب رح يكون مزاجك فيها جيد جدا وعندك اهتمام بالظهور وثقة عالية بالنفس أما بالنسبة لبيتك الثاني فرح يكون الشهر إجمالا ما عدا تقريبا اللي هو يومين اللي هو يوم أربع وعشرين ويوم خمس وعشرين هدولة سلبيات أما باقي الشهر رح يكون عندك كثير من النشاطات والاهتمام بالأمور المالية ممكن إعادة فوترة أو جدولة وتنجح معك ممكن جدولة أموال وتنجح معك اللي بيشتغلوا في مجال أعمال إضافية ممكن يكون عندهم كثير من المردودات المالية خلال هذا الشهر فيه مساعدات مالية فيه هبات فيه هدايا يعني خلال الشهر هذا فيه كثير من الأمور على المستوى المالي ولكن بحذر من نقطة وحدة إنه زيادة المصاريف في هذا الشهر والأمور إنك بتصرف في المكان الغير مناسب يعني من نوع من أبواب التبذير إحنا بنسميها أو الإصراف يعني إشي ما إلو داعي إنك أنت تصرف في هذا المكان حاول أنك تحافظ على أموالك من الإصراف أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه تبدأ الشهر بنوع من أنواع الفتور يعني نوع من أنواع الحركة الروتينية الطبيعية ولكن أغلب الشهر وخاصة من يوم عشر الشهر بيصير عندك نشاط عالي جدا لدرجة أنه أنت ممكن أني أقول لك لمرحلة أنك أنت بتهداش يعني رح يكون فيه عندك سفر رح يكون فيه عندك تنقلات كثير من الاتصالات كثير من الحركة النشاط الكثير يعني لدرجة أنه ممكن أنت ما تريح ذلك من التليفون ضلك حاطي التليفون على ذلك وتتصل في أشخاص بيصير عندك اهتمام كثير في شيء العلاقة بالمواصلات بالاتصالات يعني ممكن تشتري سيارة أو تستبدل سيارتك ممكن تشتري هاتف نقال أو جهاز كمبيوتر ممكن اللي عنده امتحنات ممكن ينجز امتحناته بشكل رائع جدا خلال الفترة هاي بيكون عندك كثير من التنقلات ممكن منكو ممكن يسافر سفرة قصيرة ويرجع يعني أسبوع ثلاث أيام خمس أيام عاود يرجع للبلد اسم هالسفرات القصيرة اللي بيشتغلوا على مستوى التجارة المحلية لهم تجار المحليين احنا بنحكي أو مش الاستيراد والتصدير والشركات الكبيرة هدولة بينجحوا بيلاقوا فيه نوع من أنواع الحركة التجارية القوية خلال فترة هذا الشهر خصوصا من عشر الشهر ولنهاية الشهر في بداية الشهر فيه أيام بيكون فيها بعض الحركة ولكن مش بالقوة اللي هي من بعد مثل من بعد عشر الشهر فيه نوع من أنواع التواصل والتوافق رح يصور بينك وبين إخوتك على نطاق البيت وفيه نوع من أنواع طرح مشكلة معينة وممكن أنت تكون الشخص اللي بتبادر في حلها أما بالنسبة لبيتك الرابع وبيت البيت منلاقي أنه عندك أنت أول أيام من الأسبوع اللي هي أول ست أيام من الشهر هاد بيكون فيه عندك نوع من أنواع الاهتمام بالبيت لدرجة عالية جدا بدناش إحنا نحكي أنه بس الفترة هاي لا هي الفترة من واحد لغاية ست الشهر ومن يوم ثمنطعش حتى نهاية الشهر وأنا بشوف الأقوة هي من يوم ثمنطعش حتى نهاية الشهر هي القوة فيها على مستوى البيت يعني ممكن أنه أشخاص يكونوا مسافرين يرجعوا لأرض الوطن يرجعوا لبيتهم ممكن تشتروا بيت جديد أو تستأجروا بيت جديد أو تنقلوا على بيت جديد يصير عندكوا اهتمام في الداخل البيت من ترميم أو من ديكور أو من تصليحات أو شراء أجهزة للبيت بدل على أنه بكون فيه نوع من أنواع الفرح ممكن ميلاد ولادة طفلة جديد أو يجيكوا ضيفة جديدة أو خطبة في نطاق يعني فرح داخل البيت مش شرط لصاحب البرج ممكن لأخوه أو لأخته يعني بكون فيه فرحة داخل البيت موجودة عندهم فيه أمور إلها علاقة بالمصاريف التكميلية للبيت رح تكون بالاتجاه الصحيح رح تكون فيه نوع من الاهتمام بالوالد بالأب في الفترة هاي إما من ناحية صحية أو من ناحية اهتمام فيه عاطفيا أما بالنسبة لبيتك الخامس بيت العاطفي فأنا شايف أنه مش كتير حضوض فيه ولا سلبية فيه يعني العاطفي عندك هي على روتينها ماشي بأمورها الروتينية أو الطبيعية على حسب طبيعتك إذا أنت من النوع الحبيب فمعناته الشهر كله بتقضيه حبيب إذا أنت من النوع اللي ما إلك بخت في الحب أو ما عندك قراءة في هذا الحب فكل الشهر رح يكون ما عندك علاقات أو ما فيه علاقة جديدة أو ما فيه حب لهاي الأمور بتلاقي إنه الأمور على حسب طبيعتك بتمشي يعني لا فيه حظ يدعم ولا فيه نحس يخرب عليك أما بالنسبة لبيتك السادس فهو هذا بيت العمل وبيت الصحة فعندك كثير من الحضوض خلال هذا الشهر بتقدر تقدم أنت على كثير من الأمور على الأعمال ممكن إذا بتبحث عن وظيفة أو حاب تشتغل وظيفة معينة بتقدر يدعملها الطلبات خلال هذا الشهر عندك فترة إيجابية جدا ولكن إنه فيه أيام بدأ أحذرك منها اللي هو يوم 2 الشهر ويوم 4 الشهر يوم 8 الشهر ويوم 10 الشهر هذول الأيام حاول أنه أنت ما تقدم فيه الوظيفة أما باقي الأيام فهي أيام إيجابية فيه عندك رح يكون اهتماما بصحتكم فيه منكم ممكن يدخل على نادي أو على مركز لتنظيم الوزن ممكن تهتموا بصحتكم من زيادة فيه منكم ممكن يبدأ ببرنامج غذاء جديد وضعكم الصحي إجمالا ما رح يكون فيها الخطر يعني إلا الأيام اللي أنا ذكرتها ممكن بعض التواعكات الصحية يعني الصحية البسيطة تمر عليكم في خلال هذه الأيام ولكن إجمالا إنه فترة إيجابية جدا على مستوى العمل برضو عندكم قدرة على إنجاز كثير من أعمالكم عندكم قدرة على سيطرة على أعمالكم تواصلكم مع مؤسساتكم العملية اللي أنتو بتشتغلوا فيها أو الشركات اللي أنتو بتعملوا فيها بتكون فترة إيجابية بالنسبة للبيت السابع هنا بدي أحذرك لأنه تقريبا تقريبا بدنا نحكي إحنا فيه استفزاز كثير على المستوى الشراكي رح يكون خلال هذا الشهر يعني راح تلاقي إنه أنت علاقتك مثلا مع شريكك العمل أو شريكك في البيت مستقرة ولكن لابد اللي يجيك ساعة أو ساعتين خلال اليوم تحتد أنت فيها بالنقاش والثور ثورة عارمة تفرغ غضبك في البيت رح يظل مستمر هذا الأمر معك طيلة الشهر تقريبا يعني بدنا نحكي إحنا أو مش طيلة الشهر خلينا نعطيك أيام اللي هي أسوأ الأيام احسب أنت طيلة الشهر ولكن من يوم 23 ل 31 الشهر هاي سيئة جدا ممكن تصل لمرحلة القطيعة حتى في العلاقة أو أنه يعني نوع من أنواع الزعل اللي يستمر فترة طويلة فبتكوا تحذروا من نهاية آخر أسبوع أما بداية الشهر فبتلاقي أنه في عندك هاي كلها بتكون مقدمات للمشكلة الكبيرة يعني مقدمات لإلها يعني ممكن أنك تصالح وممكن أنك ترجع تتمشكل عشان هيك بدك تمسك حالك في خلال الفترة هاي ودير بالكو عند توقيع العقود خصوصا في شراك المالية درسوها مزبوط رجعوها مزبوط على أساس أنه ما أنك توقع على شيء أنت ما بتعرفه أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه الشهر هذا عندك كثير من الأشياء اللي إلها علاقة بالأمور البنكية أو العلاقات البنكية فمنكو ممكن يطلب قرض أو يطلب سلفي من عمله أو من مؤسس كبيرة أو يسترد أموال لإلو في أشخاص منكو رح يشتغلوا على موضوع ميراث رح يحصلوا منه في منكو رح يجي هبة أو دعم مالي من جهة ما كان يتوقعها اللي إلو ديون بيقدر يطالبها الشهر هذا ويحصلها ولكن ديروا بالكو أنه في عندكو تقريب الأربع أيام خلال الشهر هاي اللي هو يوم سبعة ويوم احداش يوم خمستاش يوم ستاش ونص يوم سبعتاش خلينا نضيف يوم سبعتاش للموضوع هدول الأيام احذروا من كفالة أي شخص أو مدينة أي شخص لأنه إذا دينتوهم ممكن تفقدوا أموالك وما تستردوها مرة ثانية منهم أما بالنسبة لبيتك التاسع فبلاقي أنا أنه أول أسبوع عند أول أسبوع من هذا الشهر عندك نشاط حبل السفر للتنقلات للاتصالات البعيدة ممكن يكون عندك امتحان جامعي بكون الحظ داعم لإلك في كل النقاط هاي حتى اللي عنده تقديم لا هجرة أو لا فيزا أو لا سفر الفترة هاي مناسبة قد ملها واللي بدي يجدد إقامته برضو ممتازة جدا إنه يستغل هذه الأيام لأنها إيجابيتها عالية جدا بتساعده في كل الأمور فبلاقي الحظ معه كثير صحيح أنه مش هاي الفترة يعني فيه فترات أخرى خلال الشهر ولكن هذه أقواها أسوأها اللي هي بتيجي يوم 14 15 16 17 باقي الشهر فيه إيجابية عالية ولكن مش بقوة أول 6 أيام من الشهر فخلال الأيام المنتحسة اللي حكينا عنها اللي عنده امتحان أو عنده سفر بده يدير باله على الطرقات ديروا بالكوا تروح عليكم الطيارة يتأجل سفركم بتكونوا حذرين بالتنقلاتك بامتحاناتك بالقضايا القضائية ممكن أنه إذا إلك قضية ممكن نحكم عليك في الفترة هاي أو ممكن أنه إذا ما كنت منتبه أنت مقدم أوراقك بشكل صحيح أما باقي الشهر فإيجابية جيد جدا بالنسبة لبيتك التاسع أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فبلاقي أنا أنه كثير في ضغط على السمعة خلال الشهر هاد حاول أنك ما تخالف القوانين حاول أنك ما تدخل بنزاعات مع رجال القانون وحاول ما تدخل بأي إشي مخالف للقانون لا مع المؤسسات الكبيرة ولا مع المؤسسات الحكومية في نوع من أنواع الضغط بيستمر معك لغاية 12 الشهر يعني ممكن أنك تسبب بمشكلة يعني ما تكون سهل أنك أنت تطلع منها إذا ما انتبهت على حالك وحاولت تنجز أعمالك بالوقت المطلوب والأعمال الموكلة لإلك ما تدخل بخلافات أو نزاعات مع زملائك بالعمل ولا رؤسائك بالعمل الفترة هاي من أصعب أو البيت هاد من أصعب البيوت رح يكون ضاغط عليك خلال هذا الشهر وانتبه برضو معا فيه كمان ثلاث أيام اللي هي حكينا من بداية الشهر ليوم 12 الشهر وعندك من يوم يوم 27 و28 و29 أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه الشهر هذا عندك كثير من الدعوات يعني رح يتوجه لك دعوات إما لحضور حفلات أو مناسبات أو اجتماعات رح تكون أنت قوي جدا بالحضور كثير من أصدقاء أو معارف جديدة ممكن يدخلوا على حياتك خلال الفترة هاي أو تتعرف على أشخاص يساعدوك بالفترة القادمة في حل مشاكل أو يسندوك في مسألة معينة يحلوا لك قضية معينة فيه كثير من التعاون ما بينك وبين الأصدقاء وفيه دعم من علاقاتك بالمجتمع أو العلاقات الاجتماعية بتدعمك بشكل كبير خلال هذا الشهر فحاول أنك تستغل الأمور في أي أمر أنت بيكون صعب عليك أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه شوي ضاغط عليك رح يكون طول الشهر في نوع من أنواع الضغط مع عدى آخر أربع أيام حاول أنك ما تدخل في أي مغامرات مشبوهة حاول أنك ما تروح على أماكن مجهولة أنت ما بتعرفها حاول أنك ما تزور الأماكن المحتدة فيها عنف انتبه لدوامك حاول أنك ما تتأخر عن دوامك حاول ما تغيب عن دوامك بدون عذر وحاول أنك أنت تمسك أعصابك من الإنفعال وانتبه على صحتك بشكل جيد يعني صحتك خليها خط أحمر بالنسبة لك هذا الشهر أراقب تقلبات الصحة عندك ما ترهق حالك زيادة وحاول أنك أنت تأخذ فترة راحة من فترة لأخرى لأجل أنك أنت تحافظ على على قوة جسمك وانتبه لغذائك برضو هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر بس يعني أسأل الله أنه اللي حكيت إيجابي هو اللي يصير واللي حكيت سلبي ما يصير بتمنى أنه كل الخير للكم يعني هاي توقعات والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر